انتفاضة سلمية أرعبتهم وأرهبتهم أكثر مليون مرة من أنه خرج الجزائرين حتى بالسلاح إن أقصى ما يزعج الدكتاتور المسلح طاغي المسلح هو أن يواجهه شعبه ويواجهه الناس بصدور عارية ولكن بإرادة وتصميم وقوة وعزيمة أشد رسوخا من الجبال هذا هو اللي لحد الآن الحكمة إذا ما سئلنا ما هي الحكمة بعد توفق الله ما هي الحكمة في هذا الاستمرار في هذا الإصرار في هذه القوة هو السلمية طبعا هم كثيرا ما يحاولون أن يقول لك آه بقى جيد صالح مات ولم يطلق رصاصة على شعبه سيدنا موسى قال لما قال له فرعون وربيناك فينا وليدة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قالوا أتمن علي أن عبدت بني إسرائيل أنتم تمنون علينا أن لم تقتلونا ما قتلتونا في تسعينات الآن تمنون أن لم تقتلونا قمة الإزدراء وقمة الجهل من نظام لا يفهم أن شعبه لا يريد نهائيا حكم العسكر ويريد الحرية دولة مدنية مشي عسكرية ديرام يقول لنا مرات قطرة الدم ما سالت شو نقول لهم لا سالت سالت في عدة مدن سالت في مقتل حسن بالخدى وسالت في مقتل الشاب ليقتلوه بعض عضاء الشرطة في العاصمة والنفوه ضربوه على الراس حتى نمات وسالت في عدة مدن خاصة في منطقة القبائل اللي ضربوه مطارث عيونهم وسالت في وهران الجمعة ليس هذه اللي فاتت اللي قبلها اللي قبل اللي قبلها يعني قبل تقريبا 17 يوم وسالت في برج بوعريريج في الجمعة هذه نعم سالت لكن لا تمنون علينا أنكم لم تطلق علينا الرصاص هذا عار عليكم أن ذبابكم ومحلليكم وقنواتكم يقولون للشعب آه حمده ربي ره ما اطلقش عليكم الرصاص أو كان يقولوها على قايد صالح تركيولي يقولوها على بشنغريحة نحن نقول لهم أن الجيش جيشنا والشرطة والدرك إخواتنا وهذه المرة لن يطلقوا الرصاص صحيح قد تجدون فيهم 15-20% ربما ممن يأمرون فينفذون وكأنهم آلات وكأنهم عبيد ولكن أغلبية الجيش وأغلبية الشرطة وأغلبية الدرك رهم مع الشعب وسيظلون بإذن الله مع الشعب وأنا مرة أخرى نذكركم ونحذركم يا جنيرالات والآن ركت نتايا شنغريح أحذر حل عينك كما يقول الشعبي حل عينك تعمى عينك وتأمر بالعنف لأنه سينقلب عليك وستحول فوهات البنادق والدبابات إلى وجوهكم وإلى بيوتكم نحن لا نهددكم لأننا نحن سلميين وسنظل بإذن الله إنما نقول لكم لأننا نعرف حقيقة الجيش وما يفكر فيه نعرف ما يفكر فيه أغلبية الجيش وهو أنهم يعرفون أن الحراك هو آملهم بعد الله في التحرر من قبضات كبار جنيرالات ومرة أخرى أقول كبار جنيرالات وليس كل جنيرالات إن في الجزائر أكثر من 450 جنيرال وأقول أن المصيبة الكبرى تتمكن في حوالي 30 جنيرال ليس أكثر وأن كثير حتى من الجنيرالات أنفسهم يشعرون بالقلق وبالانزعاج وأحيانا يشعرون بأنهم أسرع لأنهم يخافون ويخافون ما يفعلوا بهم كثير من الجنيرالات رمس جنين ظلما بالمناسبة أنا لا أتحدث عن توفيق لأن الذباب هذا وش يعرف ولا ترتاق هؤلاء يتوفيق وترتاق وأمثالهم وسعيد جسمه هذا سعيد اللي كانت عن ناحية العسكرية الأولى والثانية هؤلاء يستحقون الإعدام والإعدام مش مرة واحدة لو كانت لهم سبعين روح يعدمون سبعين مرة أنا أتحدث على جنيرالات مثل أمثال خالد تاج خالد وأخرين اللي قاموا بعملهم ولم يريدوا أن يكونوا جزء من النهب فإذا بولاد القايد صالح يضغطون لكي يسجن يأمر قايد صالح بسجن التاج خالد سننظر إذا كان شنغريحا يطلق صراح الخالد تاج أم لا وكل ضابط وصف ضابط وجندي مظلوم لأننا حينما نتحدث عن إطلاق صراح المدنيين المعتقلين الأسرى اليوم في سجون العصابة فنحن أيضا نتذكر إخواننا العسكريين الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا حجرة أيضا نتذكرهم وندعو لإطلاق صراحهم نحن لا نريد أن يكون هناك مظلوم واحد في الجزائر قد لا نريد له أن يضلم فما بالك أن تضلم البشر ترجمة نانسي قنقر